اشتركوا في القناة تنقسم دولة الهند إلى 28 ولاية إلى جانب سبع مناطق اتحادية من أشهر وأكبر المدن الهندية مومباي وحيدر آباد ودالهي ومدارسة نوضح اليوم أغرب العادات في الهند تعرف على أغرب العادات في الهند العادات الاجتماعية هي مجموعة من الأفعال والأساليب أو السلوكيات المكتسبة والتي يقوم الأجيال بتوارثها عبر الزمن عدتا ما تكون تلك العادات مرتبطة بزمان ومكان معين أحيانا قد تكون تلك العادات غريبة وليست عادية مثل بلاد الهند المعروفة بأنها بلاد الغرائب والعجائب والتي تضم العديد من العادات الغريبة التي ترصدها أعين الكاميرات وتسجلها أقلام الصحفيين سوف نتعرف فيما يلي على مجموعة من أغرب العادات في دولة الهند الزواج في الهند كل دولة لها تقاليدها الخاصة بالزواج والطرق المختلفة للاحتفال به ومن أهم العادات الغريبة عند الشعب الهندي بالنسبة للزواج الأتي تعتبر مصاريف الزواج مثل المهر وحفل الزفاف وتجهيز البيت من الأمور التي تجب على والد العروس ولا يقوم العريس بدفع شيئا منها القانون الهندي يمنع زواج شاب من الطبقة الفقيرة بفتاة من الطبقة العليا لكن إذا كان الشاب من الطبقة العليا فيجوز له الزواج ممن يريد ولا يسمح بالخروج عن تلك العادات مهما حدث يحضر العريس في يوم العرس محمولا فوق حصان مزين المعتقدات والطقوس تتعدد المعتقدات والديانات التي يؤمن بها الشعب الهندي لذا يلاحظ أن لديهم بعض العادات والطقوس الغريبة بالنسبة لبقية دول العالم الأخرى من أهم هذه المعتقدات ما يلي يتم حرق جثة الشخص بعد وفاته وذلك من خلال وضع الجثة وسط الأخشاب ثم إجعل النار فيها حيث يعد هذا تكريما للمتوفي بالنسبة لهم توضع الأرملة مع جثة زوجها وهي ما زالت على قيد الحياة ويتم حرقهما معنا لإثبات ولائها لزوجها يضحي العديد من الهنود بشعر رأسهم في المعابد ويتم تصدير هذا الشعر إلى دول العالم حيث تعد دولة الهند من أكثر دول العالم التي تقوم بتصدير الشعر البشري قد يتطلب دخول بعض المعابد قيام الشخص بالزحف على الأرض بطريقة دائرية بدلا من أن يدخل سيرا على الأقدام حيث يسود اعتقاد أن الزحف في المعبد يجنبهم الإصابة بالأمراض الجلدية يعتبر البقرة رمز الخصوبة في دولة الهند هو حيوان مقدس لديهم لا يتم ذبحه حتى إنه يسير في الشوارع دون أن يتعرض له أحد الطعام في الهند يوجد أطعمة غريبة وعادات مختلفة في الطبخ يستخدمها الهنود منها أنهم يقومون بإضافة الفلفل والشطط والكثير من التوابل على غالبية أنواع الأطعمة والمشروبات حتى أنهم يقومون بإضافته على الحلويات الخدم في الهند الخدم عندهم من الهندوس وتلك العادة خاصة بالهندوس فقط لأن دينهم لا يسمح لهم الأكل إلا من شخص هندوسي وتزداد هذه الظاهرة في الفنادق والأماكن العامة حيث أن الدين السائد في دولة الهند هو الدين الهندوسي مهرجانات غريبة في دولة الهند توجد العديد من المهرجانات التي يجتمع بها الشعب الهندي للاحتفال بمناسبة أو حدث هام في كل عام والبعض من هذه المهرجانات تقوم بتقديم تسلية للأشخاص الحاضرين والبعض الآخر قد يلحق بهم الأذى حيث قد يتم أداء بعض الطقوس الغريبة في هذا الاحتفال قد ترمز إلى شيء مقدس أو قد تكون نوع من أنواع التضحية والقرابين من أجل التقرب إلى الآلهة من أهم هذه المهرجانات الغريبة في دولة الهند الأتي مهرجان تهوكم هو مهرجان يقام كل عام يقيمه سكان جنوب الهند يقومون بربط أجسامهم بالأسلاك الحادة ثم يتم رفعهم إلى الأعلى قد قامت الحكومة الهندية وبعض منظمات حقوق الإنسان من قبل بحضر ذلك النوع من المهرجانات لما تسببه من الأذى وأحيانا الوفاة للمحتفلين ولكنها لا تزال ليست قادرة على القضاء عليه نهائيا مهرجان الثيران الهائجة هو مهرجان يحتفل به سكان جنوب الهند في موسم الحصاد يتم الاحتفال به عن طريق إفلات الثيران الهائجة بين الناس يتسبب هذا المهرجان في موت الكثير من المشاركين به وقد تم حضر هذا المهرجان قانونيا ولكنه ما زال منتشرا بين الناس بشكل واسع الترانيم البوذية هو احتفال تقليدي يتم يوميا في الأديرة وفي القرى التي تتبع مدينة لداخل هندية حيث يقوم فيه الكهنة بترديد فلسفة وتعاليم بوذة على صورة مجموعات تجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم إضافة ذلك التقليد لقائمة اليونسكو للتراث الثقافي في عام 2012 مهرجان المشي على النار يقام في كل عام مهرجان المشي على النار وهو مهرجان يقام خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر يقوم فيه الشباب بتأدية طقوس تعبر على إيمانهم العميق وذلك عن طريق المشي فوق الفحم الحارق وهم يحملون فوق رؤوسهم وعاء من الماء أو الحليب مهرجان عبادة الثعابين يتقرب البعض من الهنود إلى الثعابين في مهرجان يتم إقامته مرة كل عام حيث يقدمون لها الحلويات والزهور والحليب طلبا للحياة في سعادة وأمان قد تكون تلك الثعابين حقيقية أو قد تكون مصنوعة من حجر أو خشب أو فضة مهرجان حولي هو أحد المهرجانات التي يتم إقامتها لاستقبال فصل الربيع وهو من أكثر المهرجانات الصاخبة بالألوان في دولة الهند حيث يقوم الهنود برمي بودرة الصبغة الملونة ورش المياه كما يقومون بالرقص في الشوارع ويعتبر ذلك المهرجان تقليدا هندوسيا مهرجان كيرالا يتم إقامة هذا المهرجان كل سنة في موسم الحصاد حيث يتم في هذا المهرجان قرع الطبول كما يتم تقديم رقصة النمر وهي حركات يقوم الرجال بتأديتها بعد أن يقوم برسم وجه النمر على بطونهم ويقال إن تلك الرقصة تقليد يرجع إلى حوالي 200 عام معلومات عن دولة الهند تعد دولة الهند سابعة أكبر دولة على مستوى العالم حيث تبلغ مساحتها 3 ملايين ومئة وخمسة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون كيلو متر مربع تعد ثانية أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية بعد جمهورية الصين الشعبية حيث يبلغ عدد السكان بها مليار ومئتان وثلاثة وستون مليون وثلاثمائة وأربع واربعون الف وستمائة وواحد وثلاثون نسمة طبقا لإحصائيات سنة 2014 يوجد في دولة الهند عدد كبير من الديانات بالإضافة للديانة الهندوسية والإسلامية والبوذية والمسيحية والسيخي تعد اللغتان الرسميتان في دولة الهند هم الهندية والإنجليزية إلى جانب واحد وأربعون لغة أخرى ترتفع في دولة الهند حالات الانتحار بشكل كبير في سنه 2012 ميلادية قد سجلت منظمة الصحة العالمية عن دولة الهند 371 حالة انتحار خلال اليوم الواحد يبلغ مجموع ثروة أكثر الرجال ثراء في دولة الهند حوالي 174.8 مليار دولار ويصل عددهم إلى 25 رجلنا تعاني نسبة عالية من الأراضي الهندية من مشكلة التصحر حيث انتصل نسبة الأراضي المتصحرة إلى 25% تقريبا حوادث السير في دولة الهند تتسبب في موت فرد كل ثلاث دقائق تقريبا يعد هواء مدينة نيود الهي هو الأكثر تلوثنا على مستوى العالمي ترجمة نانسي قنقر